علي ماهر النهاردة عمل مباراة كبيرة تحديدا في الشوت الأول تحديدا في الشوت الأول فيوتشر كان عامل مباراة كبيرة جدا الشوت الثاني قلل أداء شواء وإن كان كان فيه فرص لفيوتشر في الشوت الثاني أيضا ولكن الزمالك تفوق في الشوت الثاني وقدر يحسم هذه المواجهة الكبيرة جدا الزمالك يبني بقى وياخد باله من أخطاء فنية عديدة في الفريق أخطاء فنية يعني أنت عندك مشكلة واضحة وكبيرة وضخمة ووسعة جدا في مركز وسط الملعب المدافع ما فيش حد عارف يعوض طارق حامد النهاردة كانت مسامة بيه لعب أربعة ثلاثة ثلاثة عشان يعوض طارق حامد وما بيتعوضش مشاكل كبيرة جدا الكرة بتاعت أحمد رفعت الهدف الثاني يشيلها طارق حامد هيبقى موجود في المنطقة اللي بيسدد منها أحمد رفعت ما كنتش هتلاقي أحمد رفعت في المكانة دي فيه كرات عديدة الكرة دي كان طارق حامد هيخلصها بدري بدري وإن كان كان فيه مشكلة في التمركز في يعني نصب مصرات التسلل ده ما كانتش مظبوط أعتقد ده حمزة المسلوس اللي كان عليمين تقريبا يعني بس طارق حامد مهم الهدف الثاني أهو لا لسه مجاش الهدف الثاني الهدف الثاني أنا شفت طارق حامد يعني شفت رفعت هو داخل يسدد وعمال يتحرك بالكورة بيمينه واشماله فين لعب الوسط اللي يخش ياخد الكورة ده دور لعب الوسط المدافعة هتونا جبا على الجون التاني عشان نشوفه عشان اللي أنا بشرحه ده بس يبقى باين للناس كمان طارق حامد في الهدف التاني ليه فيوتشر كان رائع جدا لو كان هو موجود كان فرق كتير جدا طارق حامد مؤثر جدا عشان كده ذكرته في المقدمة كل حاجة بيعملها نادي الزمالك فنيا وخصطيا بتتدمر لغياب طارق حامد ليه؟ طارق حامد هو اللي هيخلي شكبالة مرتاح هو اللي هيخلي أشرف من شرقي مرتاح هو اللي هيخلي أوباما مرتاح هو اللي هيخلي زيزو مرتاح ده الهدف التاني بس اهو فين بقى فين فين لعب الوسط المدافع بس 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 دي فيش 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 حد بيضغط فيه أربع خمس لعبين واقفين قدامه ولا واحد بيضغط تخيل طارق حامد لو موجود في الموقف ده مستحيل كان هيسيب رفعت لوحده كده يتحرك بالكرة لحد ما يسدد ويسدد بالأرياحية دي ده بيركن ضرب الجزاء أحمد رفعت بيركن ركل الجزاء ده طبعا عشان هو لعب عنده من المهارات ما يكفي يعني لعب مهاراته كبيرة جدا بس طارق حامد يعني الزمالك هيبقى أول مهمة عنده في فترة الانتقالات القادمة لو قدر يعني يجيب لعيبة كويسة اتنين لعيبة من وسط الملعب المدافعين اتنين لعيبة يبقوا مكان طارق حامد ما طارق حامدش يفضل لك طول الوقت وطارق حامد ممكن يغيب للإصابة زي دلوقت فلازم تعويض لطارق حامد لازم ده بس أكبر مشكلة عند الزمالك انت هتشوف كل حاجة وحشة في الزمالك فنيا وخططيا وكل حاجة متلغبطة عشان طارق حامد مش موجود لو طارق حامد موجود كل الأمور هتتزبط 90% منها هتتزبط قيمة كبيرة طبعا قيمة كبيرة طارق حامد مؤكد بس لازم يكون ليه بديل لازم يكون ليه بديل نكمل مع حضرتكم ترجمة نانسي قنقر